طيب هذك شاهدت المقطع طبعا ولأسف شاهدنا أنا أقول لك شيئا أنا والله لا أتحمل نفسيا مثل هذه المشاهد شاهد اللي فيها انتهاك لأعدمية الإنسان أنا لا تطيقها نفسي حقيقة نعم وأنا هذا المقطع جاء أمامي عشرات المرات لم أستطع أن أنا قرأت عنه يعني لم تجنبت أن أشاهده إلا وأنا قادم في الطريق ويعني جاء أمامي فقلت تحامل وتابعه إلى الأخير قدرا يا ما كنت أعلم مني سأسأل عنه وأنا أتصور أولا هذا يجب أن يحاسب قانونا وأن يعاقب ليه لأن حضرتك العلاقة اللي بين الطبيب والممرد واللي بين المدير والمرؤوس واللي بين أي حد الوزير والعامل هي علاقة وظيفية حضرتك العامل ده بيؤدي وظيفة رسالية زي الوزير لا تقل عنها عامل النظافة اللي في الشارع مش بيخدم البلد أقلي من رئيس الوزر لأن البلد ما تقدرش تستغنى عنه ولأنه بيعمل حاجة حضرية لأنه بيعمل حاجة نافعة للناس وبالتالي مش من حق رئيس الوزراء مش من حق رئيس الجمهورية أنه يسخر من عامل النظافة بيجمع القمامة من الشارع ولأنه يستعبده إنما إنه تتحول العلاقة من علاقة وظيفية إحنا الاثنين بنقدي أدوار متكاملة والطبيب ملوش أصلاً ما يقدرش يشتغل من يجيله ممرض ولا يقدر يقدر يقدي الرسالة بتاعته فزي ما الممرض محتاج الطبيب الطبيب محتاج الممرض والدنيا يكون لها كده وبالتالي لابد من أنه الطبيب والرئيس والمدير وأي حد في الدنيا يحترم تماماً آدمية من يرأسهم ويتعامل معهم بمنتهى الاحترام هو يعني هتبقى سلخانات في السياسة والمعارض السياسي تنتهج حقوقه كلها ويغتال ويقتل ويحبس ويعذب ويعدم وتنتقل العدوى لكل القطاعات هنحوالها كلها لسلخانات ومعتقلات فالطبيب يقول للممرض يسجد للكلب بتاعي لأنه يقدر يجازيه ويقدر يخصم له من الراتب ده انحراف مرضي في استعمال السلطة ونزع استبدادية نزع فرعونية نزع طاغوتية انتشرت في المجتمع زي السرطان وأنا لا شك عندي أن من شاءها في السياسة وأنها بتلقي بالظلال على المجتمع كله إنما في الأخير نحن أمام انحراف قانوني خطير ويجب أن يعامل هذا الرجل قضائياً لأنه انتهك إنسانية وآدمية زميل له في مهنته وأنا مصر أستخدم كلمة زميل لأن الممرض زميل الطبيب شريك المهنة بتاعته كلاهما لأوا رسالة واحدة ويتخفيف الألم عن المرضى وعلاج المرضى ومن ثم هذا الذي انتهك أدمية زميل لأنه لي عليه سلطة إدارية ووظيفية يجب أن يعاقب قضائياً وأن يحاكم جنائياً متى استعبدتم الناس يا أيها الطواغيت يا أيها المستكبرون يا أيها المجرمون يا أيها المرضى النفسيون يا بقايا الفراعنة يا بقايا عاد وسمود في الأرض متى استعبدتم الناس وقد ولدتهم أمهاتهم أحراراً أنت معك أرفع الشهادات العلمية أنت عار على الإنسانية أنت رئيس قسم العظام في المستشفى بتاعتك أنت كسيح الفكر وكسيح القلق وكسيح الإنسانية وفقير آدمياً أنت الحقيقة ما كانت مستشفى تعالج فيها لا تعالج فيها تعالج فيها نفسياً على المجتمع أصلاً أن يتمسك بآدمياتي أن يرفض هذا الكلام يا جماعة ما فيش مستبد أقوى من القاعدة اللي تحت منه الراجل رئيس القسم ده معاكم طبيب ومعاكم ممرض ومعاكم موظف إداري في القسم لو اجتمع ويقدر يقف قدامه بالتأكيد وبيعمل المشهد بتاع النهاردة لأنه مارس الاستبداد لشهور وسنين ومحدش وقفله لأن كل واحد بيحافظ على مكتسباته وخايف على يتخصم له تلتية يا جماعة أرجوكم خلوا حريتكم وآدمياتكم الأمانة اللي ربنا سبحانه وتعالى ائتمنى عليه ولقد كرمنا بني آدم ربنا هو اللي كرمنا فإذا سويته ونفقت فيه من روحي ربنا ولي خلقنا ومنحنا هذه الروح بنفسه سبحانه وتعالى بذاته سبحانه وتعالى يا جماعة أرجوكم لا تمتهنوا آدمياتكم ولا تسمحوا لأحد أن يمتهنها تسمح لي أضيف أضيف الطبيب ده دخل في مداخلة بالأمس مع أحد البرامج المشهورة في مصر وقال كلاما غريبا طبيب ولا الممرد طبيب قال إن الوقع دي من ثلاث سنوات وإنه كل مشكلته حيث أنا شاهدت المقطع حوالي بنسبة 70% وبعد كده ما قدرتش أكمل كل مشكلته إنه في حد اخترق التليفون وطلع المقطع وقاعد يبرر في هذا الاتجاه يعني الموبايل أنا ما طلعتوش لحد والمقطع ده موجود وأنا محتفظ به وهو الموبايل اخترق فدي كل مشكلته يعني 70% من المقطع على إحدى الخنوات المبارح في هذه النقطة يعني الراجل قاعد يبرر بس للأسف الشديد ما هو أنا يعني ما أعمل إيه ما أنت هتخرجني عن شواري ليه بس حسن ما إحنا عاديين هاديين وربنا مصبرنا يعني أنا عايز أقول إنه هو بقى له ثلاث سنين ولا بقى له ثلاثين سنة دي جريمة صحيح والأزمة في إنه اتنشر ولا حد اخترق تليفونك الأزمة في إنك أنت وقح إلى هذه الدرجة الأزمة في إنك أنت مجرم إلى هذا الحد الأزمة في إنك مريض ونائص وعديم تربية وعديم دين وعديم خلق وما لقيتش حدي ربيك وإنت صغير إلى هذه الدرجة الأزمة فيك الحقيقة مش في اللي طلع المقطع أو اللي نشأ خلينا أخذ التصال